السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم اليوم نريد أن نتكلم عن أي شخص يريد يشتري شتلات سواء تين توت بخارة مشمش أي صنف أروح أشتل ما أهم الأمور اللي لازم أعرفها قبل أشتري أي شجرة هذا اللي اليوم نتكلم عنه وهذا جدا موضوع مهم لذلك أقول لك قبل تشتري أي شتلة حاول أنك تتابع هذا الفيديو اللي راح أتكلم عنه بالتفصيل في كل شيء بيكون طويل شوية بس تحمل شوية أول أمر مهم اختار الصنف اللي يناسب أرضك ويناسب أجواءك هذا قبل أنك تتجه إلى المشتل لازم تكون عارف إيش راح تشتري هذا أول نقطة الأمر الثاني لازم تعرف في المشتل أي شجرة لا تخلوه من ثلاثة أمور إما أن تكون بذر وهذا أغلب الأحيان يكون في الخضار ونادرا يكون في الفواكه يكون في السدر ويكون في الباباي ويكون في اللوز البجلي اللي هو المكسرات ويكون في أصناف ثانية عادية مثل المورينغا وغيرها أما في الفواكه لا ما لك إلا أحد الصنفين الثانية يبقى معنا صنف ثالث وهو نادر جدا وهو الترقيد الهوائي اللي تكون مستخرجا من بعض الأشجار وهذا نادر يباع في المشاتل يعملونه بعض أصحاب المزارع والمشاريع لأصناف معينة يحتفظ فيها هو لنفسه شخصيا لذلك لن تجدها في المشاتل الحين بنتكلم عن كل صنف آخر وإيش التطعيم أو إيش الأصناف اللي تكون تحت التطعيم وإيش الأصناف اللي تكون تندرج تحت العقل طيب أول شي الأصناف اللي تندرج تحت العقل أو القلم يعني ما تحتاج تطعيم مزروعة من عقلة أو من قلم وهذه تجي توت أو تين أو عنب أو رمان أو ورد وغيرها من باقي الأنواع البسيطة جدا وهذه الأصناف اللي تزرع بالعقل اللي يهمنا رمان عنب تين توت هذه الأربع أصناف في الفواكه هي اللي أغلب الأحيان تكون بالعقل أو القلم طيب هل في أحد أصناف ثانية قد يكون ذلك مثل الليمون أو غيره لكن يفضل الأصناف الباقية إنها تكون تطعيم أفضل من الأقلام الأقلام هذه الأربع أصناف فقط طيب كيف أعرف أن النشط لهذه من أصلها قلم يعني أغلب الأصناف الأربع هذه تكون أقلام نادرة ما تكون تطعيم طيب الصنف اللي يزرع بذور مثل الباباي يجب أن تنتبه لنوعين في صنف من الباباي رد ليدي هذا يجي ذاتي التلقيح ما تحتاج تزرع منه كذا نوع حبة تكفي إنها تكون منتجة عكس أصناف أخرى منها قد يقال إنها هندية أو باكستانيا أو أي نوع هذا يجي فيه مذكر ومؤنث لذلك بعضهم يقول أنا زرعت عندي باباي لكن ما تنتج إذن هذه تحتاج لعدة أشجار في نفس المكان عشان تضمن إنها تتلقى كيف أعرف أن الصنف هذا مثلا بذور هذه شجرة قدامنا الحين باباي دائما تجد أن الأشجار اللي تزرع بذر نموها طولي بذر انزرعت وطلعت سيدة ما فيها أي تعرجات لا لقلم ولا لتطعيم هذا النوع اللي يزرع من البذور طيب نجي للأمر الثاني وهو الزراعة بالقلم مثل التين والتوت وهذا قدامنا الحين شجرة تين يتضح هذا مكان العقلة وهذه تفرعات كلها من نفس العقلة أو من نفس القلم ما تجد فيها تطعيم وما يحتاج تقول إنه فيها سرطانات أي غصن يطلع تحت ما نقول سرطان هذا شوفوا برضه مثمر شايفوا ما يجي سرطان كلها تطلع من نفس العقلة لذلك بعضهم يزيل هذا ويقول هذا سرطان لا مست سرطان هذا إثماره ويطلع نفس الأم نفس الشجرة الأصل ما يجي فيها سرطان لأنها مزروعة من العقلة أو من القلم هذه وغيرها مثل التوت وغيره هذا التوت كمان نفس الشيء حتى لو طلع من تحت يطلع نفس الأم هذه عقل أو أقلام أهم نقطة التي سنتحدث عنها الآن طيب يبقى ذنحين عندنا الأصناف التي تطعيم وهذه أهم نقطة لا تشتري هذه الأصناف إلا إذا تأكد أنها مطاعمة غير مطاعمة لا تشتريها البعض يقول اشتريت ليمون أو يوسفي أو غيره وما أثمر عندي السنة الأولى الثانية لا يوجد أثمار قد تكون هذه الأشجار مزروعة من بذر كذلك خوخ بخارة لابد أن تكون مطاعمة على أصول متحملة إيش سبب أنه يطاعمون أغلب الأحيان؟ إنه التطعيم يكون على أصل متحمل للظروف البيئية وللأمراض التي تأتي في الأرض سواء فطرية وغيرها هذا الأمر الثاني قلنا الحمضيات واللوزية يبقى معنا آخر شيء المانغو وهو المهم جدا كثير موجود أصناف في السوق غير مطاعمة كيف أعرف التطعيم؟ هذا الذي سنشرحه واحدة واحدة لكن أهم أمر كل الأصناف التي ذكرتها لك لا تشتريها إلا مطاعمة يبقى عندك حاجتين ثانية كومثرة وبقية التفاح الخارجي تفاح أنا أو التفاح السكري وغيرها هذه لابد كذلك أن تكون مطاعمة ما هي تطعيم معناته يتكون سفرجال يتكون تفاح بلدي وغيره إذن تكلمنا الآن التفاح والكومثرة الحمضيات اللوزيات والمانغو كيف نعرف التطعيم؟ الآن نشرح طيب التطعيم نوعين تطعيم بالعين وتطعيم بالقلم التطعيم بالقلم غالبا يكون في المانغو الحمضيات واللوزيات وغيرها يكون التطعيم دائما بالعين أو أغلب الأحيان لذلك كيف أعرف قدامنا شجرة المانغو الحين ونشرح عليها هذه شجرة المانغو شوف المكان هذا هنا تركب القلم شوف واضح التئام التئام اللحاء على التطعيم شوف هذا قلم وتركب على هذا أعيد هذا القلم ركبوه على هذا الأصل لذلك شوف المنطقة هذه ومنطقة الالتحام طيب النوع الثاني التطعيم بالعين هذا التطعيم بالعين هذا القلم الأصل وهذه العين تركبت هنا ما تلاقيها ماشية سيدة هنا المكان اللي التحمت فيه العين هذه هذا أصل آسف هذا التطعيم أي شيء تحت هنا بيكون طالع عندك من الأصل لذلك شوف هذا مكان الأصل نقص من هنا بعد ما ركبوا تطعيم العين هنا هذا هو واضح التركيب هنا طيب نشرح هنا كمان برضو عشان يكون أوضح هذه أصل وهنا تطعيمة العين هذه هي واضحة نفس الشيء هذه أصل هنا التطعيم هذه الأصل وهنا التطعيم هنا منطقة التحام العين واضحة هنا اللحة هنا كيف التأم على العين هنا نفس الشيء هذا الأصل وهذا التطعيم هذه أسجار أكادونية طيب طيب ذنحين أنا عرفت الشتلة اللي يبغاها وعرفت إش الصنف اللي يبغاها طيب رحت المشتلة بغشتري شفتها مطعمة ومورها تمام نقطة مهمة لا تطلب شجرة كبيرة جدا إلين تشوف الأصيص أو المركن اللي هي مزروعة فيه مو معقولة شجرة طولها متلين ومركنها مقاس عشرة ولا عشرين معناته في مشكلة جذرية بتعاني منها أنت بعدين أشوف هنا قدامي الحين هذا مركن صغير مقاس عشرين هذا هو شيء مو معقولة ألاقي عليه شجرة طولها ثنين متر كبير بتقول لي طيب كيف طلعت عنده الجذور عنده ضاربة في الأرض لما يطلعها لك تنتف نصها انت مشتريها بسعر غالي لكن لما تزرعها عندك ما يبقى من الشتلة هذه اللي يمكن ربعة هو اللي بيرجع النص الباقي بيبدأ عندك ضمور ويموت هذا أهم سبب لأنك نقلتها ومجموعها الجذري ما يتحمل المجموع الخضري المجموع الجذري نصه راح في الأرض هذه أهم نقطة ثانيا بتكون أغلب الجذور اللي في المركن هذا تلاقيها التوت وسارت مبرومة على نفس الجذور الجديدة لذلك أغلب الأحيان بعضهم يزرع شتلة ويقول ما تنمو سريع زرعة الليمون زرعة خوخ زرعة بخارة الجذور تحت متكتلة ما قادرة تتمدد لأنها كانت في مركن صغير عنده في المشتل مدة طويلة ما غير المركن لمركن أكبر يتحمل هذا النمو الخضري لذلك أغلب الأحيان المفترض من المشاتل أنها تبدأ تزرع مثلا في كيس بعدها في مركن أكبر شوي امتدت وبدأ يطلع جذور من المركن تنقل لمركن أكبر هذا الصح مو يتركها في نفس الأرض اللي تضرب الجذور في الأرض بعدين ينتفها لك إذا كبرت ويطلعها لك ويصير أنت عندك المشكلة خاصا ويبيعك ياها على طولها طولها كبير معنات سعرها أعلى وانت ما راح تستفيد من هذا كل شي زي هنا عندنا هذه في المركن وهذه باقي في الكيس شوف هنا بداية جذور خلاص الآن يتم نقل هذه للمركن شوف المراكن الآن باقي جذورها ما طلعت وهذه هي ما شاء الله نموتها قوية حتى يجي فيها إثمار لأنها تمددت الجذور هذا بالنسبة لي حجم المركن والجذور بالنسبة لي النمو الخضري نجي للأمراض أهم نقطة سلامة الجذور من إصابة النمتودة هذه أكبر مشكلة الآن تعاني منها المشاتل إنك تتأكد إنه الجذور سليمة من الإصابات النمتودة هذه جذور سليمة ما فيها أي تكتلات ما فيها أي شيء واضحة هنا الحين أضع لك صورة جذور مصر طيب الآن تأكدنا من أنه المجموعة الجذري مناسبة للمجموعة الخضري الأمر الثاني سلامة الجذور إذا ما هي طالع مثلا من المركن وبتشتري كمية الله ليهينك طلع واحدة ولا ثنتين وفتشها تخسر عشرين ثلاثين ريال لكن تضمن أو قبل ما تزرع أي شتلة فك الجذور من تحت وتأكد إنها سليمة نجي للأمر الثاني تأكد إن الشجرة فيها نمو خضري صحيح كيف؟ هذا هو هذه الشجرة الآن ما شاء الله هذا نموها أخضر وهنا النموات الجديدة هذه معناتها الشجرة سليمة شجرة سليمة هذه نموات الجديدة كذلك كذلك خلو الأشجار من ضمور في الأوراق أو وجود إصابات عناكب أو حشرات لا تشتريها بتقول لي بسيطة بعدين أرشها ليش؟ أنا دافع فلوس أنا أبغى أفضل شيء أشتري شجار ثانية في البيت أنا ما راح أقول هذه الأمراض هناك وأقعد أعالج بها بتدفع فلوس ادفع على شيء صح أنا ليش أتكلم كذا بعض المشاتل بعض ما أعمم ما تخاف الله يبيعك شجرة بذرية تجي تشتري منقا يعطيك شجرة بذر ما تستاهر ريال وأنت تروح تشتريها بتسعين ريال ولا بمئة ريال حرام جدا لذلك أنا وضعت كامل الوصفة الآن عشان بإذن الله أنت تعرف إيش الشجرة اللي تشتري سواء تدخل أي مشتل أو بيجيب لك أحد تعرف إيش تختار بإذن الله ما عاد تخسر أنت حتدفع فلوس بعضهم يقول بصبر سنة سنتين وأطعمه طيب أنا دفعت فلوس وسنتين فيها سماد وفيها عامل السنتين هذه بتخسرك برضو عامل وموية وتسميد وشغل طويل لا تدفع فلوس إلا في شجرة تستاهل ما تعرف اسأل ابحث اعرف إيش الصنف اللي عندك جيد اللي يتحمل لا تشتري أشجار مثل عقل مثل تين رمان عنب إلا من مزارع ومشاتل موثوقة ما تعرفها لا تشتري تتعب على صنف رمان وبعدين يطلع حامض او على صنف عنب تطلع حباته صغيرة تين ويحتاج التلقيح لا تشتري إلا صنف تثق في المزرعة وتثق في الشخص اللي بيبيعك أسأل الله أن يطرح لي ولكم البركة وأن يرزقنا وإياكم من واسع فضله آسف جدا للإطالة